أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تعليمات بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة قال نتنياهو إن تل أبيب لن توقف حربها في غزة حتى تنتصر مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل القتال في القطاع بإجماع حكومة الحرب كما أكد نتنياهو أن تل أبيب تعمل مع أطراف أخرى على تحديد مناطق آمنة في جنوب قطاع غزة نحن نقوض كلام بطاوية من غورمين بينلاوميين ويديدينا الأمرיקנים نحن نقوض أيضاً بطاوية التي يمكنها أن يمكنها الوقت الطوية نقوم بطاوية لنقوم بطاوية بطاوية في الجنوب قطاعنا في الجنوب لأنه يجب أن نقوم بطاوية بطاوية لنا لنهي لدينا أي نفسي لفغولة بطاوية من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية تحاولوا تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة אין לנו עניין לפגוע באזרחים אנחנו نلחמים במחבלים, בתאי הטרור באתרים שמהם פועל הטרור ואנחנו משתדלים למנוע نزק מיותר לאזרחים ולכן מזהירים אותם מבעוד מועד מבלי לסכן את הפעולה של צה אני חושב שזה נעשה היטב ראיתם כולכם מה קרה בצפון הרצועה כאשר אזרחים רבים נעו דרומה ואנחנו נמצא את הדרך לעשות את זה גם באזור דרום הרצועה עד אשר נשלים את כל המשימות שלנו